موسيقى الأسبوع من سكانيوز عربية أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة وتتابعون فيها معنا جبهة سورية بقيادة روسية اليمن أسبوع الإنجاز ورصاص إسرائيل وحجارة الغضب الفلسطيني الأسبوع من سكانيوز عربية أخذت موسكو على عتقها تنفيذ الدور الذي رسمته لنفسها في سوريا اختارت حلفاءها الأقربين وتركت لمنافسيها وحتى مناوئيها اتخاذ مواقف تتباين بين يوما وآخر فواشنطن مثلا تعترض علنا وتشكيك وتحذر وفي النهاية تنسق مع موسكو هذا ينطبق أيضا على كل من يدور في فلكها وفي ظل هذا التباين كانت روسيا تتحرك بقوة نارية كبيرة مستهدفة كل تنظيم يحمل السلاح ضد الحكومة السورية سواء صنفهم الغربيون معتدلين أو متطرفين أو حتى وإن كانوا محسوبين على واشنطن أو تركيا أو داعش روسيا من الجو وعبر البحر والجيش السوري مدعوما بمقاتلي حزب الله اللبناني ومقاتلين إيرانيين من البر استراتيجية ترى موسكو أنها ستحدث فرقا لم يتمكن التحالف الدولي من تحقيقه بوجه الإرهاب أما الإرهابيون هنا فهم كل من يعارض حكومة دمشق أو يعمل ضد مصلحتها أو مصلحة حلافائها رئاسة أركان القوات المسلحة السورية أسندت ظهرها على الغطاء العسكري الروسي وأعلنت ساعة الصفر لاستعادة المناطق والقرى التي خسيرتها بدأت القوات المسلحة العربية السورية هجوما واسعا بهدف القضاء على تجمعات الإرهاب وتحرير المناطق والبلدات التي عانت من ويلاته وجرائمه المعركة الميدانية بدت متعثرة مع مفاجأة استخدام المعارضة لصواريخ التاو الأمريكية في ريف حماس شمالي لكن الجانب الروسي يراهن على الوقت وعلى نتائج الغارات الجوية التي تقصف نقاط تمركز المسلحين بالإضافة إلى استهداف المواقع الخلفية لقطع طريق الإمداد عن المسلحين التطورات العسكرية رغم عدم أحداثها نتائج ملموسة حتى الساعة إلا أنها أربكت الصديقة والعدو والمتربصين في أن تركيا استنجدت بحلف شمال الأطلسي أو تحاول تفادي كأس المواجهة المباشرة مع روسيا بعد اختراق طائرات الأخيرة للأجواء التركية أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع والأطلسي استجاب بسرعة ملفتة محذرا من التدخل الروسي وملوحا بالتدخل لصالح أنقرة حلف شمال الأطلسي مستعد وقادر على الدفاع عن كل الحلفاء بمن فيهم تركيا ضد أي تهديدات ويعد واحدا من أهم الأسباب التي جعلتنا نقوم بزيادة قدرات قواتنا هو استعداداتهم وأدائهم وكذلك رفع استعدادنا لنشر مزيد من القوات كل ذلك حتى نكون قادرين على رد الأخطار القادمة من الشرق والجنوب أما الولايات المتحدة التي تحارف فهم ما هي تلستراتيجية الروسية فشككت بصدقية أهداف موسكو ما نحن قلقون منه هو تأثير العمليات العسكرية في سوريا على الجماعات التي لا تتبع داعش أو القاعدة أكثر من 90% من الهجمات التي شنتها روسيا حتى الآن لم تستهدف القاعدة وداعش لقد كانت إلى حد كبير ضد الجماعات المعارضة التي تريد مستقبل أفضل لسوريا والتي لا تريد أن يبقى نظام الأسد في السلطة موسكو التي لم تنتظر موافقة أحد للتدخل في سوريا ماضية في تنفيذ استراتيجية ظاهرها مكافحة الإرهاب ومعها حماية الرئيس الأسد أما خلفيتها فلا يعلمها إلا دائرة ضيقة جدا من اللاعبين ينضم إلينا من عمان الكاتب والبحث السياسي منار رشواني سيد منار أهلا بك معنا في الأسبوع إذن بعدما اتضح أكثر فأكثر الدور الروسي الأهداف التي تضربها الطائرات الروسية حتى عن بعض هل أنت مع المقولة أن التدخل الروسي هو ناعي لدور السلطات السورية والجيش السوري أم هو بالفعل دور مكافئ ومساند لها في حربها لا هو حقيقة ما بقي لنظام بشار الأسد هو لا يرد أن يكون مجرد واجهة للتدخل الروسي بمعنى بعد تدخل وليس فقط تدخل الروسي جاء بعد التدخل الإيراني وتدخل حزب الله وبحسب ما نقلت رويترز أعلنوا هذين الطرفين وهم طرف واحد عن فشلهما في إنقاذ بشار الأسد فكان التدخل الإيراني لكن لا بد أن تقول روسيا أن بقاء نظام بشار الأسد شرعي وضروري لأنها تتخذ فقط مجرد غطاء لكن كل على الأرض يؤكد أنه كانت دمشق على وشك السقوط ولربما كانت أيضا الحاضنة الاجتماعية لنظام بشار الأسد على وشك التمرد أمام هزاء متلاحقة دون أفق خلال الأسبوع الماضي ومع حركة الطيران الروسية وتعارض ذلك مع قصف طيران التحالف ربما انتشرت دعابة تقول بأنه يلزم وضع مخطة لسير حركة الطائرات أو جدول للرحلات العسكرية يعني كل ساعة بحسب الطيران الروسي أو الأمريكي أو الفرنسي أو التحالف ولكن هذا يقودنا ومع أنها دعابة ولكن يقودنا إلى أن كل هذه الأطراف تنسق مع بعضها أليس كذلك وألا ينافي ذلك الاستهجان الأوروبي الأمريكي حيال روسيا لا يعني إذا كان هناك تنسيق لأنه كما قيل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية أن واحدة الطائرات على الأقل اضطرت لتغيير مسارها وأن إطلاق الصواريخ من القطع البحرية الروسية في بحر قزوين تم بدون سابق إنذار لكن التنسيق يتم لأجل تفادي أي صدام إن تم يعني للآن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يسعيان لهذا الأمر لكن في المقابل التباين في الموقف هو على طبيعة الأهداف وعلى طبيعة ما هي الغاية النهائية المتوخة من عمليات القصف الجوي يعني الغرب يتحدث عن مرحلة انتقالية أحيانا يتحدث عن مرحلة انتقالية بوجود بشار الأسد وأحيانا يقدم تنازل بأنه بقاء بشار الأسد رئيسا شكليا أو اسميا روسيا كما هو واضح وبعد ضرباتها ومواقفها السابقة والحالية هي ترفض حتى التنازل عن بشار الأسد في أي وقت من الأوقات هنا يأتي التباين وعدم التنسيق طيب حتى فيما يتعلق باختراق الطائرات الروسية المجال الجوي التركي وما أثاره من غضب تركي وحتى حلف الناتو أثارت حفيظته بهذا الشأن ولكن حتى الآن لم نسمع سوى تصريحات من كل الأطراف البعض يقول أن الروسيا لا يمكن أن تتدخل من دون موافقة ضمنية سواء من الولايات المتحدة أو من المجتمع الدولي على هذه الضربات وهذا التدخل البعض يقول أنها ملأت فراغا كان ضروريا في سوريا ما رأيك أيضا في ذلك؟ التنسيق هذه مسألة للآن لا يستطيع أحد أن يجزل فيها نتحدث هنا عن موافقة ضمنية عالمية حول ذلك وليس فقط تنسيق أنا أعتقد في البداية كان هناك هذا الوهم بمعنى أن هناك كانت كما نقل ليس فقط عن المعسكر الغربي لكن أيضا عن أقطاب بالمعارضة السورية أن روسيا تحاول أو لا تبالي بتغيير بشار الأسد وهذا الأمر جعل البعض يعتقد أن تدخل الروسي هو مرحل للتهيئة لما بعد بشار الأسد وليكون لها موقع متقدم وراسخ بحيث تقوم على التفاوض على مصالحها في المنطقة لكن ما نرى الآن من ضرب كل من يعادي بشار الأسد يعني يكاد يكون مستثنى من ضربات الروسية فعليا هو داعش فقط هذا الأمر هو ما أدى في البداية أنا أعتقد أنه كان في ترحيب حتى من دول عربية كان هناك نوع من التزام الحياة دول عربية محسوبة بالمعسكر الغربي التزمت الحياة تجاه التدخل الروسي على أمل ربما أن تملأ فراغ فعليا وعلى أمل أيضا أن يتم الحلول الروسي محل الدور الإيراني الذي أخذ طابع طائفي هذا يفسر بعض الشيء دور الإيراني ودور الروسي هنا نقطة مهمة إيران تقاتل كانت عن طريق حزب الله ومقاتليها طبعا مع الجيش السوري اليوم روسيا أخذت دورا كبيرا ربما إيران على الأرض روسيا في الأجواء هل هناك أيضا توازف المصالح الإيرانية الروسية وتلاقي حتى على الأراضي السورية أم ترى أنه ممكن أن يحصل صدام ما في المستقبل بين هتين الدولتين بشأن المصالح في سوريا يعني لحد الآن هو ميزة الوضع بين إيران وروسيا هم يعرفان ما يريدان الآن يعني بمعنى حماية نظام بشار الأسد لكن السؤال المهم جدا والذي لا يمكن الإجابة عنه بشكل قاطع عندما ينتهي الخطر على بشار الأسد أو عندما يجبر الطرفان على التنازل على بشار الأسد يعني كل الاحتمالات قائمة هنا لا بد يعني غالبا سيظهر تعارض ربما في المصالح بين الطرفين والسبب ذلك ببساطة شديدة أن إيران تستعدي المنطقة كلها إيران تستعدي دول الخليج العربية إيران لا تبالي دورها مدمر في العراق لا تبالي بكل دول الجوار على العكس من ذلك روسيا بعد فترة معينة هي تعرف أن لديها مصالح مع المملكة العربية السعودية لديها مصالح حتى مع أوروبا ولديها مصالح أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس لها مصلحة في معادات العالم العربي تمام وآخر استطلاع للرأي في معهد بيوكان يؤكد أن الأغلبية في أربع دول عربية بما فيهم لبنان وفلسطين يعتبروا أكثر من 50% يعتبروا أن روسيا موقفها سلبي أو النظر إلى روسيا سلبي اليوم يبدو كأن روسيا سلمت الدفة في سوريا الولايات المتحدة لغير مهتمة تعديل على برامج تدريب المعارضة تقليص لها يعني أمور يراها كثيرون غير جدية من قبيل الولايات المتحدة هل تعتقد أن هذا الموقف الأمريكي سيبقى كذلك حتى انتخاب رئيس أمريكي جديد العام المقبل؟ يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر هو المرجح على العكس تماما يعني ثم التقارير اليوم في بلومبيرج تتحدث عن أن الرئيس الأمريكي يرغب في مزيد من الانكفاء في سوريا بتأثير من مستشارينه في مجلس الأمن القومي الأمريكي يعني المشكلة كما عبر عنها أعاد المحللين الأمريكيين أن الإدارة الأمريكية تتمسك بسياسة رغم كل تغير الظروف المحيطة يعني بنية السياسة على بيئة معينة تتغير هذه البيئة ومع ذلك يصر الرئيس أوباما على عدم التورط هو رفض التورط عندما كان في بداية مرحلته أشكرك جزيلا الكاتب البحث السياسي منار شواني من عمان شكرا على المشاركة معنا في الأسبوع اليوم إذن بهذا مشاهدينا ننهي أول ملفات الأسبوع بعد قليل ملف جديد قضية أخرى وأكيد استعراض لمختلف أحداث الأسبوع المنصرم بعد فاصل قصير ضربات تلوى ضربات لا تفصل بينها سوى أيام تعرض لها المتمردون في اليمن من باب المندب إلى مأرب وقبلها عدن وغيرها ضربات تركت الحوثيين يعيدون حساباتهم السياسية والعسكرية حيث قدموا متأخرين بعض الشيء قبولا لا يكفي في صيغته أو طرحه لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن أما عسكريا فيبدو أن المتمردين لجأوا إلى أجندتهم القديمة بالاستعانة بالتطرف والإرهاب لضبط أو لضرب أمن تراهن عليه الشرعية دليل أن الحوثيين وماليشيات صالح أصبحوا الآن في طريقهم إلى الهزيمة والاندحار ولذلك يصدرون مثل رسائل الاستعطاف والملئة بكثير من المغالطات يتراجع الحوثيون وأنصار صالح ميدانيا فيحاولون العودة إلى المسار السياسي تواصل مع الأمم المتحدة وإعلان التزام بمخرجات محادثات مسقط يقول وزير الخارجية اليمني أن باب التفاوض لم يعلق بعد لكنه يحذر من مغبة التمسك بالسلاح كورقة ضغط أو ابتزاز لم نعلق الباب لأي مشاورات سياسية مستقبلية لكن التي ستكون شاملة لكل المكونات اليمنية ولا تقصي أحدا من كل المكونات اليمنية ولا تعطي حقا لمليشيات تريد أن تفرض أمر واقع بقوة السلاح ميدانيا تركزت تحركات الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي على باب المندن ضغط على الحوثيين وأنصار صالح في المخة على بعد 40 كم من المضيق الاستراتيجي في تعاز تقدم باتجاه المدينة بالسيطرة على قرى عدة يدخل طرف ثالث في هذه الأثناء على الخط طرف ليس بالحديث في أرض مثلت له أرضية خصبة لسنوات تطل تنظيمات متشددة برأسها وفي مقدمتها داعش الذي تبنى تفجيرات استهدفت مقر إقامة الحكومة المؤقتة في عدن مسار طويل معقد قبل إعادة الأمن والاستقرار في البلاد ثنائية السياسي والعسكري تقاوم صعوبة التخلي عن هذا البعد أو ذاك لأزمة اليمن الذي يسعى لاستعادة سعادته ينضم إلينا من دبي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام دكتور فهد الشليمي دكتور فهد أهلا بك معنا في نظر على التقدم الميداني في تعز في باب المندب ومؤخرا اليوم ربما تم الإعلان عن مدينة ذباب يعني مواقع استراتيجية مهمة لو تعطينا نظرة عن حجم التقدم وأهميته استراتيجيا في هذه الحرب بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد التقدم الذي حصل مهم جدا حدود البحرية اليمنية ترى 2050 كيلو الساحل البحري وأيضا هذه المناطق لها أيضا أهمية تعبوية وأهمية استراتيجية الاستراتيجية مضيق باب المندب الآن ذباب المنطقة الرابطة ما بين مضيق باب المندب وميناء المخى أيضا ميناء المخى ميناء تاريخي ومكان مهم ولذلك الاتجاه إليه مهم ونشاهد أيضا حسب التغارير وحسب الكلام اللي نسمع من بعض الغادة وخصوصا العقيدة الإماراتي الكتبي يتضح لك أن هناك انهيار وهذا أيضا الانهيار واضح واضح من خلال عدم القدرة على المقاومة أعتقد أنه لازم يعني نقول صراحة لعبد الملك الحوثي انتهت درس يا غبي يعني أنت تشوف الناس قاعدة تموت والعالم تموت ومصر على دفع أبناء الناس والأطفال الصغار والدور جايكي علي صالح الشاهد أن هناك تقدم وإيقاع العمليات إيقاع سريع بينما هناك انسحاب غير منظم وبالتالي هروب من أرض المعركة إلى مواقع أخرى تبادلية أنا اللي أتمنى أن هذه المناطق التبادلية قبل لا يوصلها الحوثي تكون علاقة لهناك قوات أو يكون هناك ضرب لها بحيث أننا لا نعطي المجال أن يتراجع براحته ويهرب أيضا تتحدث عن انسحاب غير مدروس يسير نحو التطور ومزيد من الضغط على التعز تماما ولكن في الوقت نفسه خلال الأسبوع هذا شاهدنا مناورات سياسية لنقل إعلان وصفه البعض بالمفاجئ عن قبول خطة السلام من سبع نقاط وتم التوجه بها إلى الأمم المتحدة ماذا نفهم من مثل هكذا مناورات مع أنه لا شيء يدل على حسن نية على الأرض ريتا أنا أعطي إجابتين إجابة سياسية وإجابة صادقة الإجابة السياسية هم لو يبون السلام ويبون تنفيذ قرار 2216 ويريدون أن يحافظوا على أرواح ناس كان من زمان يعني الحق واضح أما الإجابة الصريحة فأنهم يكذبون هؤلاء القوم لا عهد لهم ولا يعني لا يمكن وأنا أتفاجأ الحقيقة ببعض الغادة وبعض السياسيين يعني يتحدث لا زال على حوار الحوثي وعلي عبدالله صالح لو ماسكين مقاليد الأمور لنحروا الناس كلها شوفي فعلهم في تعز الآن العالم تموت ويضربون المدنيين وجرائم حرب بالتالي يجب أن يستمر الضغط طب لماذا تعرض مثل هذه المبادرات؟ لا يجب أن يعاقبون المتسببين لماذا تعرض مثل هذه المبادرات؟ ما الهدف منها إذا كان لا نية لتطبيقها؟ بالضبط لماذا تعرض هذه المبادرات؟ بالنسبة للحوثي وعلي عبدالله صالح هو كسب الوقت ومحاولة تأخير الغوات الوصول إلى معركة صنعاء وجعل حلفائهم متماسكين وبالنسبة للإجابات التي نسمعها من الجانب السياسي اليمني أكيد ستكون إيجابة لا نريد أن نمنع أحد المكونات الرئيسية لكن رأس أحد المكونات الرئيسية هذا فاسد بالتالي يجب أن يحاكم المكون الرئيسي الحوثيين وأنصارهم وحركتهم هذا جزء من اليمن لكن هذا الشخص فاسد وقتل الناس ويجب أن يحاكم هو ويعلي عبدالله صالح هذه الإجابة التي يجب أن يتحدثون عنها ٢٠١١١ كل يحترم لكن السياسيين لهم رأي لكن هذا الواقع الواقع يقول هذا الشكل لا تسمحون للطقاء ذبحوا عيال الناس وبعدين والله تعالى أنا بتفاوض أيضا من الأساليب الأخرى جوه من أبوظبي وجوه من الإمارات والله بتفاوض في ظل التراجع العسكري للحوثيين وقوات صالح شاهدنا ما وصفت بالمناورة السياسية التي تحدثنا عنها أيضا الاستعانة يقال بين المحللين أنهم حلفاء مثل القاعدة مثل داعش حتى داعش تبنت هجوما في عدن أيضا هناك عملية اغتيال لمسؤولين حصلت أيضا في عدن دخول داعش على الخط ماذا يمثل في هذه المرحلة شوفي أنا أعتقد داعش والقاعدة هي كلها صنيعة علي عبدالله صالح وصنيعة يعني ما أريد أن أقول والله بعد الإسم لكن خلينا علي علي عبدالله صالح وصنيعة الابتزاز اللي ما رسوه على أمريكا وعلى دول الخليج نظير كسب التعاطف ويضحكون على دول الخليج بحطنهم في حضر موت الغاعدة ما تحركت إلا لما تحررت عدن والمحافظات الجنوبية وبدأوا يتجون التعز ويحقق النجاحات الغاعدة تضرب إذا كانت الغاعدة صديقة علي علي عبدالله صالح ليش من زمان؟ والنقطة الأخرى التفجيرات اللي سوتها داعش وين تسويها؟ تسويها بالمساجد لم تضرب أي منشأة للحوذيين سواء حكومية أو رسمية أو عسكرية بينما هذا هو المنطق عدو الغاعدة هي القوات النظامية ليس الناس اللي بالمساجد لذلك أعتقد أن هذه كلها الحقيقة فبركة يعملها علي عبدالله صالح القاعدة معاه وشاهدنا صور لقوات الأمن الخاصة الطوارئ اللي موجودة في حضر موت متصورة مع القاعدة ورافعين علم داعش وعلم القاعدة وهم كلهم مثل بعض وعلي صالح هو المتسبب الرئيسي بهذه الجرائم كلها طيب البعض يقول أيضا دكتور فهد نظرا للوضع الإقليمي تعلم ورقة داعش تلعب على ما يبدو في أكثر من بلد في سوريا في العراق في ليبيا هنا وهناك اليمن اليوم إلى أي مدى ترى أنه دعشنت الوضع في المطاق خارج سيطرة الحوثيين قد يغير النظرة الدولية للصراع في اليمن على غرار ما حصل في البلدان التي ذكرناها هل ترى أن هذا له تأثير سلبي بشكل أو بآخر في النظرة الدولية لليمن اليوم؟ نعم نعم شوفي داعش يعني لها كلمة السحر أكثر كلمة انتشارا في اللغة الإنجليزية في وسائل التواصل الاجتماعي الأيسيس الدولة الإسلامية في العراق والشام وبالتالي بشاعة أعمالها تجعل الناس يعني يتفاعلون ضدها ونحن ضدها نحن البلد اللي أنا فيه ترسل طائرات تضرب داعش الآن بالتالي يعني الكل ضد العمليات الإرهابية لكن استغلالها بهذا الاستغلال الرخيص هما يريدون لكن من من يسوق لهذه المجموعة هي الغنوات الإيرانية وأنصار أنصار الله أو الحوثي والمجموعات التي تريد أن تدول النزاع باليمن بينما هو انقلاب من مجموعة مسلحة متمردة على الشرعية هذا هو واضح هو يريد أن يدخلها في المسار الدولي لكي يأخذ كينونة سياسية مستقبلا ولذلك هو يستعين بالأمم المتحدة لكي يؤمن لخط رجعة في العمل السياسي القادم لكي يكون موجود المفارقة هنا أن هناك قرار دولي من مجلس الأمن لتنفيذ أو الانسحاب الحوثيين ومع ذلك وتسليم أسلحتهم ومع ذلك حتى الآن نتحدث عن حوار وعن مبادرات إلى ما شابه في حين يرى كثيرون أنه لا يلزم حتى لكل ذلك لأن قرار مجلس الأمن يجب أن ينفذ بكل الأحوال نعم تعرفين متى ينفذ غرار مجلس الأمن عفوا دكتور ينفذ غرار مجلس الأمن إذا تقدمت قوات التحالف بغيادة المملكة العربية السعودية ومعها الإمارات والبحرين وقطر وكل المشاركين وادخلت عليهم وخذتهم مع أرقابهم مجلس الأمن سيصفق لهذا مجلس الأمن يمارس نفاق سياسي مع الأسف الشديد علينا نحن عارفينه سياسينا عارفينه لكن ما بالأمر حيلا لكن يتعاملون مع هذه الورقة ولا يحلها إلا العمل العسكري البتر هو شيء المهم بعدين طبول الحرب قرعت من خمس شهور انتهى الموضوع مثل ما يقولون it's too late الآن بيخلصون منتعز بيتجون الصنعاء هذا كله كسب وقت وتميع للقضية ومحاولة الهروب هم يحاولون الآن الهرب لكن قبل لا يهربون يريدون أن يكون لهم ضحايا من موليهم وجماعاتهم لكي يصمدوا على غلي عطلون معركة صنعاء نعم شكرا جزيلا دكتور فهد علي عبدالله صالح الحوذي جايينكم التحالف ما شيء هروب جايينكم جايينكم فعلا شكرا أنا سأعتذر منك هناك إصرار على القتال فقط انتهى وقتنا معك دكتور فهد أشكرك على المشاركة فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي الأمن وسلام من دبي شكرا على المشاركة إذن مشاهدين بعد قليل تتابعون ملفنا الثالث لهذا الأسبوع لأن الاستعراض سريع لأبرز أحداث الأسبوع الماضي مع راميا علي نبدأ أحداث الأسبوع من يوم السبت حيث أفاد مراسلنا في منطقة باب المندب باليمان بأن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح زار المنطقة خلال تسلم القوات الشرعية إدارة معبر باب المندب رسميا من قوات التحالف العربي بعد أن تمكنت قوات الشرعية بمساندة التحالف من استعادة السيطرة على المنطقة الاستراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثيين وأتبعهم في اليوم ذاته أكد رئيس الوزراء التونسي الأحبيب الصيد انضمام بلاده إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش من خلال تقديم معلومات استخباراتية كما أعلن الصيد رفع حالة الطوارئ في البلاد بعد تحسن الوضع الأمني بالانتقال إلى يوم الأحد فقد حذر الرئيس السوري بشار الأسد من تدمير المنطقة بأكملها في حال فشل التحالف بين سوريا وروسيا وإيران والعراق ضد المجموعات الإرهابية في بلاده وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة خبر الإيرانية إنه يجب أن يكتب للتحالف النجاح وإلا فإن المنطقة ستدمر بالكامل حسب تعبيره الأحد أيضا وفي حديث لسكاينيوز عربية فقد أكد وزير الخارجي الليبي محمد الدائري استمرارية ولاية مجلس النواب إلى ما بعد العشرين من أكتوبر من السنة الحالية موضحا أن أبرز أولويات الحكومة التوافقية ستكون حل الميليشيات وتقديم الدعم للجيش في محاربته للإرهاب في أحداث يوم الاثنين أكد العهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وقوف المملكة إلى جانب الشرعية بما يحفظ أمن اليمن الذي يعد جزءا لا يتجزءا من أمن الرياض والخليج طبعا تصريحات العهل السعودي جاءت خلال محادثات أجراها مع الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي في جدة وفي اليوم ذاته قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة لإجراء اتصالات بالجيش السوري الحر وأضاف أن بلاده على اتصال مباشر بالولايات المتحدة بشأن العمليات العسكرية في الأراضي السورية بالانتقال إلى الثلاثاء فقد أعلن التحالف العربي استعادة محافظة مأرب بالكامل بعد تحرير مديرية سرواح من قبضة الحوثيين وكان مراسلنا في اليمن أكد أن قوات الشرعية تمكنت من دخول مركز مديرية سرواح غربي مدينة مأرب عقب فرار ميليشيات الحوثي وصالح إلى الجبال وقالت مصادر عسكرية أيضا أن أكثر من ثلاثين متمرضا قتلوا بينما سلم أكثر من أربعين أنفسهم وأسلحتهم إلى قوات الشرعية الثلاثاء أيضا قالت وكالة أنباء الإمارات أن 15 جندية من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية استشهدوا اليوم أو استشهدوا في هذا اليوم في عدن وحددت طبعا القوات المسلحة الإماراتية في بيان للوكالة نفسها أن عدد شهدائها بلغ أربعة فيما أصيب عدد آخر طبعا هذا يأتي بعد هجوم تعرض له محيط فندق القصر حيث مقر الحكومة اليمنية في المدينة بقذائف صاروخية في اليوم ذاته دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية لوقف الاعتداءات من أجل الوصول إلى حل سلمي للتوتر بين الطرفين وأكد أن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم أمام المستوطنين الإسرائيليين لكنه أعرب عن عدم رغبته في مواجهة عسكرية أو أمنية مع إسرائيل وإلى أحداث الأربعاء وفي أول هجوم منسق كبير منذ تدخلت موسكو بالقتال الدائر في سوريا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري شن هجوما بريا بغطاء جوي روسي حيث قصف أربعة مواقع قاضعة للمعارضة السورية في ريف حما وأدلب وفي ذات اليوم أفاد مراسلنا في الرياض أن وزارة الداخلية السعودية ضبطت كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة النرية في منطقة زراعية في العوامية بالقطيف شرق المملكة يأتي هذا غداة الكشف عن معمل متكامل داخل منزل بحيء الفيحاء بمدينة الرياض يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها إلى أحداث يوم الخميس فقد قال المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون أن أعضاء الحوار الليبي في مدينة أصخيرات بالمغرب اتفقوا على تعيين عضو مجلس النواب فايز السراج رئيسا للوزراء كما تم اقتراحوا ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم رئيس حكومة طرابلوس غير المعترف بها دوليا أحمد معيتيغ وفادي المجبري وموسى كوني ودع ليون أيضا الليبيين إلى دعم هذه الحكومة في ذات اليوم بدأت الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ قرارها بوضع بوابات أمنية الكترونية في مناطق بالبلدة القديمة في القدس وعند باب الأصباط وباب العمود بغرض تفتيش الداخلين إلى المسجد الأقصى وذلك لما تقول إنه حفاظ على أمن السكان والزائرين أخيرا في أخبار الخميس فقد قال وزير النقل اليمني بدر باسلمة في تصريحات لسكاين نيوز عربية أن ميليشيات الحوثي وصالح تسعى للانقلاب على القرار 2226 وأشعر أيضا إلى أن الميليشيات تسعى لحرف مسار الأحداث من خلال التركيز على تنظيمي القاعدة ودعش إلى هنا نكون قد أوجزنا أبرز أحداث الأسبوع ما الآن فهذه عودة إلى ريتا لم تفلح دعوات التهدئة وضبط النفس في إطفاء جذوة غضب الفلسطينيين الذين ما زالوا يرفعون حجارتهم في وجه الرصاص الإسرائيلي كل يوم تراهن إسرائيل على كسر إرادة الفلسطينيين تصح فيها على مصادمات هنا وطعن أو دهس هناك هو أضعف الإيمان بالنسبة لمن يلا أرضه تدنس كل يوم ويعيث فيها المستوطنون فسادا حتى وصلت الأمور إلى الحرم القدسي الذي يعيش تهديدا حقيقيا لا يرى الفلسطينيون أن هناك من يسعى جديا لإيقافه صرخة الضفة لا قد صداها في غزة أراضي السلطة الفلسطينية التي اشتعلت على مدى عشرة أيام نقلت عدوى الغضب إلى داخل الخط الأخضر وقطاع غزة الجيش الإسرائيلي قتل شبان فلسطينيين كانوا عزلا شرق مدينة غزة سبق ذلك قتل ممنهج لترويع قاذفي الحجارة على مدى أيام خرجت الجنازات الفلسطينية من كل حدب وصوب ويبدو أن الفلسطينيين ماضون قدما رغم الأعداد الكبيرة التي سقطت بالرصاص الإسرائيلي خلال فترة زمنية قصيرة الفلسطيني الذي لجأ إلى الحجر فقوبل برصاصه استل سكينا حالة طعن الجنود الإسرائيليين باتت متكررة كما أن المستوطنين استلوا السكين كذلك حيث أقدم مستوطن على طعن أربعة فلسطينيين في ديمونة بينهم اثنان من فلسطينيين داخل دوامة العنف هذه بدأتها إسرائيل بانتهاكات متواصلة للمسجد الأقصى وبوحشية المستوطنين الذين يهاجمون كل من يتجه للصلاة في قبلة المسلمين لكن الأسباب الحقيقية لهبة الشعب الفلسطيني هي سرقة أراضيهم وتضييق فرص العيش وتضاؤل الأمل في حل سياسي ويبدو أن رغم كل دعوات التهدئة من قبل السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية إلا أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن الشارع خرجوا ليقولوا لإسرائيل كفاء ينضم إلينا من القاهرة عضو المجلس الثوري لحركة فتح حازم أبو شنب سيد حازم أهلا بك معنا في الأسبوع تتسع حلقة ربما التوتر والعنف خلال هذا الأسبوع هي ليست المرة الأولى في الحقيقة بعد حوادث دهس وحرق منازل اليوم إلى أين مدى ترى أن هذه الحلقة الجديدة من التوتر هي مختلفة عن سابقاتها لا مختلفة طبعا أولا البرنامج الإسرائيلي هو برنامج له علاقة بمحاولة السيطرة وتغيير الواقع في القدس والمسجد الأقصى تحديدا حتى يصبح يهودي أو إسرائيلي بشكل أكبر حيث أن حكومة بن يمين نتنيا تشكل غطاء حقيقيا للفساد الذي يعيث فيه المستوطنون مجموعات منظمة من الإرهابيين اليهود المستوطنون الذين يهاجمون بيوتا ويهاجمون مقدسات فلسطينية وعربية إسلامية ومسيحية بالمناسبة في داخل القدس هم يريدون تغيير الواقع الموجود في القدس وهم يريدون السيطرة على المسجد الأقصى والقدس هذا ليس تحليل إنما عبرت عنه عدد من الوزراء أهمهم وزيرة القضاء الإسرائيلية هذا واقع ولكنه ليس واقع جديد مرات عديدة عمليات تهويد عديدة عمليات حفر وترميم في محيط الأقصى مرسة ولم يتدخل أحد اليوم هذه المظاهرات التي تشهد تصاعدا حتى في قطاع غزة هل لها هدف محدد عنوان محدد أو تنظيم حتى سياسي حتى تحقق هدفا ما ولذلك أنا كنت أقول لك كنت أقتبس من كلمات بعض الوزراء يقولون هذا التوقيت المناسب للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى لأن العرب نائمون أو غافلون اختلفت الترجمات إذن هم يعرفون ماذا يفعلون ويختارون التوقيت هم يريدون ذلك أولا الثانية هم قالوا أثناء المفاوضات التي جرت بين الدول الست الكبيرة وإيران في نفس التوقيت لجأ بن يمين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال لهم بينما كان يعلن في وسائل الإعلام أنه يخشى النووي الإيراني كان يفاوض الولايات المتحدة على أن تسجل منطقة الجولان باعتبارها جزء من دولة إسرائيل هذا يحدث وبالتالي الجزء الثاني من التصريح الذي قالوه مجموعة الوزراء الإسرائيليين قيادات المتطرفين الإسرائيليين قالوا بأنه هذا التوقيت أيضا هو لبسط أو لتوسيع المساحة الدولة الإسرائيل والسيادة الإسرائيلية جيد عفوا سيد حازم فقط لنستفيد من الوقت وبالتالي هذه المظاهرات الحراك الشعبي وربما مدعوم سياسيا كيف سيحقق أهدافه طالما أن الوضع الإقليمي ملتهب العرب ليس حرفيا غافلين وإنما هناك حروب كثيرة في المنطقة الأجندة الدولية مزدحمة ما يسرق الضوء حتى من حقوق الشعب الفلسطيني ما هي وسائلكم اليوم أو الوسائل المطلوبة لتحقيق هذه الغايات نحن نعرف أن العرب ليسوا متفرغين للشأن الفلسطيني وليسوا متفرغين للمسجد الأقصى أما مبرراتهم فليست مبررات مقبولة عند الشعب الفلسطيني ولا عند شعوبهم بالمناسبة إنما هل مطلوب مننا نحن نسكت أن نستسلم أن نترك الأمور بهذه الطريقة أن يسيطر هؤلاء الغرباء على المسجد الأقصى وعلى القدس لا لن يحدث هذا مطلقا نحن نقوم بواجبنا في الدفاع عن مقدساتنا وعن قدسنا وعن مسجدنا وعن أقصانا وعن قبلتنا وعن كرامة العرب التي يبدو أنها غير محسومة سيد حازم عفوا هل من تحركات فعالة على الصعيد الدولي أن البعض يقول أن مجرد التظاهر بهذه الطريقة لن يؤدي إلى نتيجة فعالة لن يكسر أحد عزيمتنا فعالة مش فعالة سنقوم بواجبنا هذا أولا الجزء الثاني ما يتعلق بالعمل الدبلوماسي نعم هناك تحرك في الصين مع المجموعة العربية الأردن سوف يتقدم بطلب إلى المجموعة إلى الأمم المتحدة في مطالبة للجم هذه الشراسة الإسرائيلية ولكن أنا أقول لك إذا لم يشعر الإسرائيليون بأن هناك ثمنا يدفعونه على الأرض لن يتوقفوا بنيمين نتنياهو لديه جنون سياسي ولديه شراهة للدم وبالتالي هو ينفذ ما ينفذ اليوم مجزرة حصلت في فلسطين هناك أكثر من 150 إصابة هناك ثمانية شهداء هناك عشر في حالة إصابات خطيرة يعني عدد الشهداء ممكن أن يتزايد إجمال عدد الإصابات أو الضحايا من بداية هذه غضبة القدس هذه نحن نتحدث عن أكثر من 1300 مواطن فلسطيني نحن نتحدث عن أرقام كبيرة وبالتالي المجزرة تحدث مطلوب من العالم أن يلتفت إلينا ومطلوب من الغافلين أن يستفيقوا أيضا شكرا جزيلا سيد حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح من القاهرة شكرا على المشاركة معنا اليوم إذن في فقرة مراسل الأسبوع ينضم إلي المراسلين في سكاي نيوز عربية ولذين كان في عدن يغطون الأحداث هناك عبد الرحيم الفارسي وفراس لطفي معنا اليوم في الأستوديو مرحبا والحمد لله على السلامة ووصولكم إلى هنا سأبدأ معك عبد الرحيم بإذنك في رأس عبد الرحيم أنت كنت ربما تغطي الشق العسكري كنت مع الجيش كنت تتابع العمليات العسكرية على اختلاف أنواعها أنت صحفي ولست عسكري ولكن بناء على ذلك لو تشرح لكيف تشعر وأنت تغطي عمليات حربية كبيرة على مختلف أنواعها نعم طبعا حينما ننتقل إلى أماكن العمليات فنحن أولا صحفيون ونبقى دائما صحفيين ونك احتياطات ونك تنسيق أمني مع الجهات التي نكون ما يسمى بالأمبيدي نكون مزرعين وسطها أو خلفها لأنه لا يمكن أن تتحرك في أي جبهة أو منطقة عمليات العسكرية إلا بإذن هذا معروف ومطبق في كل أنحاء العالم إذن نحن كصحفيين مراسلين حربيين نرافق هذه الحشود العسكرية نلتزم بقراراتها ولكن دائما هناك مسافة بيننا وبينهم هناك مسافات المخاطر لكي لا قدر الله لا نصاب وإذا حصلت الإصابة فطبعا يمكن إخراجنا أو انتشالنا من تلك الأماكن وفق أمور يتفق عليها الجيش ولكن بنفس الوقت أنتم في قلب المعركة بشكل أو بآخر ما هي الضمانات لسلامتكم في هذه الحالات كيف يتم ضمان سلامة أمن الصحفي أو المراسل هنا في الحرب لا شيء يسمى الضمانة لأنه حينما يأتي صاروق أو قذيفة أو ما يسمى بالنيران غير المباشرة التي تطلق من بعيد هذه يمكن تنزيل على أي شخص فأنت تعرف هذا الخطر ولكن بالنسبة للمعارك المباشرة حين تكون بالرصص فطبعا نتخذ احتياطات كثيرة وهناك تدارب يتلقىها الصحفيون المراسلون الحربيون قبل خوض مفروض أن لا ينقل الصحفي إلى ميدان الحرب أو المعركة إلا بعد أن يكون قد تلقى هذا التدريب وهو ضروري جدا لسلامته ولسلامة الطاقم وكذلك من أجل أن نستمر حتى لا نكون نحن الخبر لا بعيد الشر فراس أنت كنت ربما أيضا تغطي في عدن ولكن الجانب الإنساني هناك إعادة أعمار هناك العديد من النازحين الذين بدأوا بالفعل بالعودة إلى بيوتهم بيوتهم عفوا مشاهداتك الخاصة هنا كيف يبدو وضع الناس ذكرت لي مرة هناك حب للحياة رغم الحرب في عدن نعم لك هذا صحيح يعني دعينا بالبداية أشكر أيضا زملاء لنا كانوا في الميدان متواجدين فريق عمل كبير كان في اليمن يغطي الحرب من كل جوانبها من الجبهة إلى الأوضاع الإنسانية ولهم حقا نشكرهم على الهواء مباشرة بالنسبة للمشهد الإنساني في عدن كان مشهد متنوع كان هناك جبهات مفتوحة جزء من أهل اليمن يقاومون مع جيش التحالف في الجبهات الشمالية وفي المقابل هناك من يحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها من ناحية الصحة التعليم النجدة والمرور وما إلى ذلك هناك شغف هناك محاولة كانت تجربة فريدة مليئة بالتحديات مع الذات ومع البيئة التي نحن متواجدين فيها خاصة وأن نحن في الصورة النمطية لليمن نتحدث عن بلد فقير لربما موارده قليلة لكن هناك شعب فعلا شهدت أطفال داخل المدارس أتوا إلى أول يوم للدراسة بكل شغف وكانوا ينظفون مقاعد الدراسة يساعدون المعلمين والمعلمات للجلوس على مقعد الدراسة في أول يوم هناك وضع صحي متأزم جدا محاولات حثيثة من المستوى الحكومي وأيضا من الدول التي خاصة بعد انتقال الحكومة إلى أمناك وهناك عادة أرقام مذهلة هناك 85% في المئة من اليمنيين بحاجة إلى رعاية صحية 1700 بحاجة إلى غسيل كلا وهناك الأجهزة غير متوفرة هناك وضع إنساني كارثي لكن هناك محاولات أيضا لأن يكون هناك فعلا تعاون ونهوض بالحياة من جديد في هذه البلد التي تعاني الحرب طيب عبد الرحيم أنت أيضا تنقلت ليس كنت فقط في عدن ذكرت ربما تنقلت في أكثر من منطقة من باب المندب من قاعدة العند شهد موضوع إزاحة الألغام كل ذلك التنقل على جبهات لنقل إلى أي مدى هو صعب على الصحفيين حتى الحياة التمكثون هناك أيام طويلة أسابيع ما هو أصعب شيء في هذه التجربة من حيث المعيشة والتنقل لنقل بالنسبة لأمور المعيشة يمكن تدبرها فنحن نعرف أننا لسنا في مطعم خمس نجوم ولكن ما لا يمكن توقعه هو بعض الحوادث التي تقع على الطريق مثلا أن تنفجر بك إطار السيارة العجلة في الطريق وليس لك حتى عجلة إضافية وكذلك وسائل اتصالات هذه حصلت لو لا هاتف ثورية لا ذهبنا فيها نحن مجموعة من السيارات وبمن فيهم عسكريون هناك مشكلة الحواجز أحيانا تكون حواجز وهمية يمكن أن من تنظيم القاعدة أو أي تنظيم آخر يعني غير قانوني ينصبون حواجز يمكن أن تخطف ولكن لو حتى لا نقدم صورة ما أساوية على الأقل جنوب اليمن ولكن نتحدث عن العمل الصحفي هنا يعني هي صورة واقعية أيضا لنعكس أهمية العمل وخطورة التي تقومون به بالتأكيد خاصة حين تكون الأمور مختلطة في إحدى المرات بعض الزملاء كانوا على الهواء مباشرة أمام بيت في مسلحون غير موثوق بهم في إحدى الجبهات فهذه من المخاطر لأنه لا يمكن أن تثق دائما بمن يساعدك أو يكون معين لك في الطريق لأنهم إما ليسوا على ديرية أو قد تكون ولااتهم مزدوجة يعملوا معك ويعملوا مع طرف آخر ولكن على العموم من تجاربنا ومن حصل الحد أننا نختار ناس يعني الأنساء في رأي اختصار شديد كيف رأي التعامل الناس مع الصحافة حتى في عدد نعم متعاونين جدا ولكن هناك مخاطر كثيرة أنت تعلمين هناك كثرة وهناك وفرة في السلاح وهناك جماعات متطرفة خلايا نائمة لا يؤتمن لها جانب تغدر في بعض الأحيان ولكن بشكل عام المواطنين هناك كانوا يعني مرحبين جدا بنا وكنا نسكن في حي نقوم بكل شيء داخل هذا المنزل حتى نطبخ بأيدينا ويعني ما يشاهده المشاهد فقط يعني أننا نخرج على الهواء من موقع الحدث ولكن هناك حياة متكاملة ولكن أيضا هناك كنا يعني نعيش حياة حياة عزوبية لم نحكيها أحسن تضطف بالمناسبة هو فرس بدنا ندوء هلا لاحقا ربما شكرا جزيلا فرس لطفي وعبد الرحيم الفارسي على قديمكم معنا اليوم مشاهدين شكرا لكل من تابع هذه الحلقة نلتقى مجددا أسبوع المقبل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة